صداقة الحب اللي أسسه صداقة ده حب متين؟ أه أحلى حاجة بحس لأن بداياته أحلى صح بداياته أحلى بكتير يعني بحس إن لو لا يبقى واضح جدا يعني في حالة قبطوها على معرفة قوي كل حاجة بتبقى واضحة قوي مش بنزوق الكلام ولا بنزوق شخصياتنا عشان نقول إن إحنا جمال طب الحب بقى اللي بيجي بعد الصداقة بتقدروا تحافظوا على الصداقة بعد الحب ولا لا الحب بقى لي معايير تانية حكاية تانية تتحكي بحس إن الموضوع بيبقى أقوى يعني بحس إنه هو بيبقى أقوى أكتر إن إحنا مفيش إحنا أراد يعارفين كل حاجة عن بعض مفيش أي حاجة كنا بنخبيه عن بعض وإحنا صحاب أصلا فبحس بعد الحب بقى اللي هو إحساس حلو إن إنتي يبقى جوزك أحساس حلو طبعا بنعرف نتكلم كصحاب جدا أنتم مكملين صحابها طبعا أنا بقوله ساعة نفس الكده أنا دلاتي صحبتك مش مراتك وهو نفس الكلام بنقدر نعمل ده الحمد لله يعني كثير من ناس كانوا صحاب وبعدين اكتشفوا إن أمه بيحبوا بعض وبعد الحب بتبقى الصحبية بقى صعبة يعني خاف تغير خاف تزعل يعني أنا لأ أنا مقدرش أقول لها كل حاجة ما هي برضو مراتي يعني مش صحبتي بس فساعات بتبقى لا الحمد لله إحنا لسه محافظين على دي الحمد لله طبعا وبشوف يعني الحب شيء جميل وشيء رائع طبعا أهم حاجة تخلي أخي تكمل بس بتبقى فيه الاحترام موجود الحمد لله الاحترام مني ليها ومنها ليه ده الحمد لله موجود الحمد لله موجود اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش